بسم الله الرحمن الرحيم طلابنا العزاء أهلا ومرحبا بكم في شابتر 8 بارتسري limits on crack width بنتكلم على limits اللي بتخص لcrack width طبعا according to the ACI code فبنقول إن الماكسيموم crack width اللي هو أكبر التساع عندي يهو بيساوي 16 من ألف for interior exposer and 13 من ألف for exterior exposer cracking controlled in ACI code by regulating the distribution of reinforcement in beams and slabs يبقى بنقول اللي cracking اللي موجود في الbeams أو الslabs ده أساسا محكوم بعملية توزيع حديد التسليح بمعنى لو التوزيع بتاع حديد التسليح مزبوط اللي crack width عندي بيقل لو في خطأ لcrack width بيزيد طيب أوميجا اللي هي بتعبر عن اللي crack width لcrack width أوميجا بتسوي إيه؟ 76 من ألف في معامل اسمه بيتا في Fs في الجزر التكعيبي بتاع DC في LA إيه مجموعة المعاملات ديت اللي بتأثر على الكراك width بيتا بيتا from neutral axis to bottom tension fiber. Fs, surface load stress. DC, distance from extreme tension fiber to center of reinforcement located closest to it. A, effective tension area of concrete surrounding tension bar. اللي هي المساحة بتاعة الخرصانة المحيطة بالسيخ. وفي الحالة دي بنحسب الايه? بتساوي اتنين في الديامتر بتاع البار في بي على ان. طيب عندنا معامل هنا بنستخدمه اللي هو بنسميه الماجنيتود فاكتور اللي هو زد. زد بيساوي Fs جزر التكعيبي DC في الاريا. اللاحظ من المعادلة ديه ان اوميجا عندنا ممكن نكتبع بشكل تاني اللي هي سبعة من مية او ستة وسبعين من الف في بيتا في زد. طيب لو اعتبرنا ان البيتا بتساوي واحد واثنين من عشرة بنقول في الانتيريور اكسبوزر الكريتكال كراكويتس بيساوي واحد من مية او بالدقة ستتاشر من الف يبقى في الحالة ديه اوميجا بتساوي ستتاشر. في حالة الاكستيريور بنعتبر الكريتكال كراكويتس تلاتتاشر من الف ده اللي هو الماكسموم لامت يبقى في الحالة دي اوميجا بتساوي تلاتتاشر. والزد بتساوي مية خمسة واربعين. في حالة السين سلابس بنعتبر البيتا بتساوي واحد وخمسة وثلاثين من مية وبالتالي الزد في حالة الانتيريور مية خمسة وخمسين في حالة الاكستيريور مية وثلاثين. الف اس اللي هو السيرفيس لود سترس بيتحسب ازاي من المعدل قدامنا بيساوي ستة من عشرة مضروف في الاف واي.